موسيقى متظاهر الجزائر صانع التغيير إلى حد الآن يقاطعون السلطة الجديدة ويريدون عزل رئيس الجمهورية المؤقت عبدالقادر من صالح ورئيس حكومته نور الدين بدوي معتبرين أنهما من بقايا نظام بوتفليقة المستقيل القضاء في الجزائر تناغم هو الآخر مع المطلب الشعبي وزاد عليه حينما رفض دعوة بن صالح للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز المقبل في خطوة اعتبرها جزائريون عدم اعتراف ضمني من قبل القضاء بشرعية السلطة المؤقتة التي من المقرر أن توجه دعوات إلى رؤساء الأحزاب السياسية ونقابات ومنظمات مدنية وعدد من الشخصيات الوطنية لأجل إجراء مشاورات لتشكيل هيئة عليا مستقلة تنظم الانتخابات الرئاسية في تموز لكن العزلة السياسية والشعبية التي يواجهها الرئيس بن صالح ورئيس حكومته قد تحول دون الوصول إلى الموعد المقرر وهما على رأس السلطة معظم القوى السياسية الجزائرية أعلنت بدورها رفض التعامل مع بن صالح وحكومة نور الدين بدوي إذ ترى هذه القوى أن هناك انتقائية في تطبيق مواد الدستور عندما تم تجاهل العمل بالمادتين السابعة والثامنة التي تنصان على السيادة الشعبية وسلطة الشعب والاعتماد على المادة 102 كحل وحيد وحصري لأزمة شغور المؤسسة الرئاسية رفض القوى السياسية والنقابات والهيئات الشعبية قرار الذهاب مباشرة إلى الانتخابات الرئاسية من دون حوار سياسي ومجتمعي يحدد ملامح المرحلة المقبلة أمر يعقد من مهمة بن صالح في تنفيذ الحل الانتخابي رغم حصوله على دعم الجيش لسيما وأن الموقف الشعبي في مسيرات الجمعة الأخيرة كان واضحا الجزائريون يرفضون أي تسوية سياسية قبل رحيل كل رموز النظام الحالي موقف يعتقد مراقبون أنه كاف لدفع الجيش لتغيير موقفه الداعم لبن صالح وبدوي والانحياز بدلا عن ذلك لمطالب الشعب موقف يعتقد مراقبون أنه كاف لدفع الجيش لتغيير موقفه الداعم لبن صالح وبدوي والانحياز بدلا عن ذلك لمطالب الشعب الشيخ 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 شكرا